اشتركوا في القناة انا اتكلم على طول عن مثالا نقول لكم بيش الشرح هذا كله اريح لا ها مثال رقم ستة طبعا هنا في مالي البنات المستخدمين ده فترة الدكتورة تسنيم خلال الفين وعشرة هنا مصرفات مزاورة النشاط سددت خلال الفين وعشرة هنا خمسمائة رواتب اربعمائة مدفوعات عن عامين اربعمائة اجار مدفعات عن عامين او مدفوع عن عامين تمام عندك كمان مئتين دنار مصرفات عمومية خمسين دنار مصرفات صيارات خمسين دنار مصرفات نثري اذا هدو المصاريف طيب الارادات اتعاب ان الارادات بالنسبة له اتعاب وارادات هدو الارادات الفين وعشرة عام الفين وعشرة بلغت تمانمائة فحص فحص او فحص اتعاب في العيادة تمانمائة دنار طيب اتعاب خارج العيادة كم بروه للناس عضوره اربعمائة دنار الف تمانمائة بجرة عملية جراحية ومتين دنار اتعاب مقدما الناس ده فعقولوا المقدم ايش معنى مقدم يعني لسا نجيه وخطول مدفوع مقدما انتم محاسبة اتنين تمام والمستحق وهذا اليوم انتكلم في هذا الموضوع عن المستحق والمدفوع مقدما هذا مدفوع مقدما اتعاب اللي هو اتعاب ارادات ارادات مدفوع مقدما الو متين دنار للعام الجاي اساس بيسوا عملية للناس محجوز يعني دفع تحت الحساب متين اخد متين اتعاب مقدما ارصد حسابات مدينة اه هذا بروهن طبعا هذا كل حسابات المدينة هذا على الميزانية العمومية حسابات المدينة اكتبوا قدامها على الميزانية العمومية بروهن معدات واجهزة هاي اصول اربعمية سيارة اصول الفين بنك اصول متداولة الف وترات ترات ومية تمن تلاف وستمية لو رأس المال هذا خصوم بروهن جنب الخصوم اثاث الفين اصول امانات عملاء وقلنا لكم انتحطوهم في الميزانية في جنب الاصول هنا جنب الخصوم ااسف هنا خمسمائة دنار مسحوبات خمسمائة دنار مسحوبات والمسحوبات نقصة من رأس المال خطفوا محاسبة واحد في القوام المالية مية دنار عملاء مية دنار عملاء امانات اكتب قدامها امانات زيها زي هادي المية دنار زي زي تسعمية اكتب قدامها عملاء امانات زيها عملاء امانات زيها اكتب كلمة عملاء امانات قدام المية إذا علمت أن رواتب شهر ديسمبر من العام هذا لم تدفع إيش لم تدفع كلمة لم تدفع يعني مستحقة كلمة لم تدفع مستحقة 200-300 دينار مصرفات عمومية بلغت 200 دينار المعدات والأثاث يتم اهتلاكها بنسبة قديش تحسب الاهلاك 10% والصيارات يتم اهلاكها قديش 20% قصة إيش ثابت هذا ثابت وإذا ثابت بده عداد حسابات الختمية والميزانية العمية وفقا لمن للأساس النقدي وأساس الاستحقاق للنقدي والاستحقاق تمام نقدي واستحقاق الحل تمام النقدي هنتكلم عليه والاستحقاق كلمة عليه يا جماعة النقدي خلينا على الحل العلطوة عشان تفهموك كيف إيش معناه الحين هنا بدل ما يعمل النقدي لحال والاستحقاق لحال عملهم في جدوى الواحد هاي نقدي وهذا استحقاق هذا مدين هذا دان هذا مدين دان يعني نقدي مدين مع نقدي دان استحقاق مدين مع استحقاق دان حطهم في جدوى الواحد شرعي حد ما غشى مرة واحد يكتب ما يكتبش يعمل كل واحد جدوى لحال هنا اثنين جدوى الواحد ما في مشكلة أرادات المصروفات على الفترة طيب العين انتبهوا لي من أساس النقدي لأساس النقدي كل المبالغ الموجودة هنا بتخطها زي ما هي كل المبالغ الموجودة هنا سواء مصرفات ولا أتعاب بتخطها زي ما هي ما تلعبش فيه لا في مستحق ولا مقدم كل يعت averaging بجميع على الإرادات المدفوعة والمصرفات المدفوعة هادي هنا هذا هيك خليبالك هذا جنب المصرفات هذا جنب الإرادات هذا جنب المصرفات كتب عليه هنا سواء هذا ولا هذا بالأساس النقدي مصرفات أساس استحقاق هنا أتعاب أو إرادات هي أتعاب إرادات نفس الاسم نقضي او استحقاق تمام نبدأ بالنسبة لنبدأ واحدة واحدة نمسك المصرفات واحدة واحدة قديش الرواتب خمسمائة دنار هاي رواتب خمسمائة قديش ايجار اربعمائة هاي ايجار اربعمائة احنا ما اشترع عن نقضي قديش مصرفات عمومية هاي متين هاي مصرفات عمومية متين زي ما هو المبلغ ترعبش فيه قديش مصرفات سيارات خمسين مصرفات نثرية خمسين مصرفات سيارات خمسين نثرية خمسين لحد هنا هاي المعلومات جاهزة من الجدول بتجيب هدول كل هاي المصرفات هدول الآن ظهر مصروفات جديدة عندك المعدات والأثاث تهلك بنسبة 10% وين المعدات هاي المعدات والألات هاي المعدات والألات جديش المعدات والأجهزة جديش 4000 دنار معدل لك جديش 10% 4000 دنار ضرب 10 على 100 اللي 10% بطلع 400 4000 أجهزة ومعدات المعدات نبدأ لها دي بس قبل ضرب 10% 4000 ضرب 10 400 هاي 400 طيب اهتلاك الأثاث جديش الأثاث جديش الأثاث هاي الأثاث هاي الأثاث 2000 دنار أثاث 2000 يقول لك بنسبة جديش هاي الأثاث يقول لك بنسبة 10% 2000 ضرب 10 على 100 2000 ضرب 10 على 100 200 هاي الأثاث هاي أهلاك 200 طيب اهتلاك السيارات هاي السيارات ويتم اهتلاك بنسبة 20 ها ها والسيارات يتم اهتلاكها بنسبة 20% بالقصة تسابت على طول مبلغ في النسبة هاي السيارات هاي السيارات جديش السيارات 2000 ها ضرب 20% 2000 ضرب 20% اللي هي بطلع 200 هاي متين اه آسف 20% آسف 2000 ضرب 20% 400 مش 10% ده 20 2000 ضرب 20% 400 تمام هاي الأربعمية تمام هاي ده خلصنا منه كل المصاريف تمام تمام نبدأ على الإرادات ايش عنده إرادات هاي الإرادات زي ما هم هاي الأتعاب هاي الأتعاب هنا إرادات هاي تمنمية دنار فحص هاي تمنمية دنار فحص هاي مت أربعمية هدا تمنمية فحص في العيادة واربعمية خارج العيادة تمام او 1200 عملية جراحية ومت 1800 عملية جراحية ومتين مقدم هاي زي ما هي هاي هاي داخلية خارجية التعاب عملية جراحية مقدم زي ما هي 800 1400 800 هاي 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 400 1800 200 كله بتخذيها ملكوش دعوة فيها بتخذوها زي ما هي تمام هاي زي ما هي بتجمع هادي بتجمع هادي زي ما تعودنا بتجمع هادي انيات الاكبر اكيد الاكبر هادي الاتعاب دائما اكبر من المصارف في الاغلب يعني 3200 300 في الجنبين ناقص هدول 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 بطلع 1000 اللي هو هذا بطلع عنده فائد ليسه منها فائد بس ما نوش ربح لانه دائما يا جماعة الطبيب والمهندس والمحامي بتجروش بربحوش عندهم فائد يا فائد يا عجز ليش لانه لا يهدف الى ربح لانه مهن حرة لا تهدف الى ربح يقبى فائد بسموه ليش فائد لانه اراداته اكتر من مصاريفه اكتر من هدول لهين هدول تجمعهم تطرحهم من قرر 3000 وماتين بطلعوا 1000 طيب خلصنا خلصنا طيب اساس الاستحقاق اساس الاستحقاق هو اللي بده شغل هو المتعب شوية بدك تعرف ايش المقدم واش المستحق جديش الى وجديش عليه جديش دفعين لمقدما وجديش بده من الناس مستحق عن الناس نبدأ بند بند ها هاي الرواتب جديش الرواتب 500 نمسك بند بند طيب نشوفوا في له معلومات هنا هاي الرواتب شهر ديسمبر لم تدفع 300 يعني مستحقة 300 بدنا نجمحها دائما المستحقات تجمع والمقدمات تطرح هذا مستحق لم تدفع يعني مستحق هاي 500 زائد 300 800 500 زائد لم تدفع بعد كمان بدنا نضيفها 300 مستحقات تجمع هاي 800 طيب ايجار تعال الاجار هاي الاجار 400 دينار ايجار مدفوع لعامين انتبهوا من النقطة دي لعامين يعني لا سنتين السنة ها دي والسنة الجاية يجب السنة ها دي بخصها قديش 200 طب والسنة الجاية بضل 200 مدفوع لعامين يجب المتين تاعت السنة ها دي هاي 200 تمام طيب مصروفات عمومية ها مصاريف عمومية اطلع هنا مصروفات عمومية 50 طب بدينا نشوف لها معلومات تانا اه ومصروفات عمومية 200 لم تدفع بعد كمان بدأت تجمع مصروفات عمومية 200 مصروفات عمومية 200 تمام وين المصاريف العمومية عندنا هنا هاي قاس مش خمسين هاي مصاريف عمومية هاي مصاريف عمومية 200 هاي مصاريف عمومية هاي 200 200 مصاريف عمومية تمام زائد لم تدفع بعد كمان مصاريف عمومية جديش عندك 200 200 زائد ميتين هاي اربعمية. ميتين هاتي زائد متين هاتي هاي اربعمية. تمام. عندك المصاريف في السيارة زي ما هي? والنفرية زي ما هي? زي ما ما فيش علىها معلومات تحت. ما فيش معلومات تينا عنها. خلص زي ما هي بتنزلها. نفس المبلغ. خمسين خمسين هاي. مصاريف سيارات مصرف ناثرية تمام الاهلاك زي ما هو يا جماعة ما بتغير من طريقة لطريقة هنا كما هو هنا هذا زي هذا نفس التلاتة دول المشكلة في هدول من علجناها على جناها شفنا المقدم وشفنا المستحق تمام تمام طيب هنا الأتعاب هادي زي هادي هادي زي هادي بس هادي لا ليش لأنه في الاستحقاق ما باعترفش بالمقدم باعترف ما يخص العام فقط شاله هنا كله بياخده مقدم ولا مستحق ولا ملوش دعوة هنا لأ المقدم والمستحق بنشاله هنا مقدم متين بتكتشلوهن سفر يعني باعترفش بالمتين المقدم تمام ما باعترفش بهدول خلاص بس اجمع هدول هادي تلات تلاف اجمع هدول لهين لهين تلات تلاف ناقص دول كله هيتهم بطلع خمسمية فائد عنده لوه هذا هذا الخانة هي الف ناقضي استحقاق خمسمية تمام طيب هدا بهمنا لأوين هدا بدروح هدا بدروح الميزانية العمومية اكتبوا عليه بدروح الميزانية العمومية يضاف الى رأس المال فائد زي الربح يعني يضاف لرأس المال لو عجز بيكبهينا لو عجز مش فائد بيكبهينا وبتنقص من رأس المال بس هنا فائد ليش فائد لانه اراداته او اتعابه هانا ولا هانا اكتر من مصرفات تقول المصاريف اكتر من مصرفات زي الربح طيب الميزانية العمومية هاي المبلغ شفتوا هدا وين ها هدا وين بدروح فيه هاي اوب هاي الف وخمسمية اذا الف وخمسمية الف زائد خمسمية الف وخمسمية ها اسف هنا طبعا اسفنا هنا الميزانية العمومية هيعمل ميزانيتين بقدرش يعمل زي هنا مع بعض بدي اعمل ميزانية ها دي اكتب عليها ميزانية حسب اساس النقدي ها دي الميزانية العمومية حسب الاساس النقدي بدي اعملها الميزانية للاساس النقدي اكتب حسب اساس النقدي هاي ها ها دي ها دي الميزانية التانية الف صفحة في صفحة جديش صفحة 96 ها دي الميزانية حسب اساس الاستحقاق اكتبوا جدامها حسب اساس الاستحقاق نبدأ بسم الله هاي اللي الميزانية هيا الفائد تاع اساس هاي الفائد الفائد هادا الربح ه�도 بتضاف لرأس المال جديش يادا الربح الف هاي شوفو هاي الف هيها هوا ها بيضروح شوفه هاي فائد الف زائد بتضاف لرأس المال طب نطلع للتمرين هاي المعلومات عندك معدات واجهزة قديش المعدات واجهزة ها المعدات واجهزة صافي 3400 ليش صافي 3400 هذا ليش صافي 3400 اقول لكم ليش 4000 فيهن تمام هاي معدات قديش 4000 ماقص اهلاك هاي الاهلاك اهلاك قديش الاهلاك كينا معدات 400 يقبع 4000 ها ماقص الاهلاك 400 هاي 3600 3600 دول شنوضحه لكم 4000 ناقص 400 اطلع 3600 اطلع 3600 تمام طيب هنا السيارات هاي السيارات قديش السيارات هنا 2000 قديش اهلاكهم هاي لك السيارات 400 2000 2000 ها ناقص الـ 400 ها 1600 2000 ناقص الـ 400 1600 تمام هاي السيارات تمام وهذا لديك تمام هنا هنا الاساس قديش الاساس قديش الاساس عنا الاساس هي 2000 هلاكوا قديش 200 يقبع 2000 ناقص 200 يقبع 1800 تمام تمام نبدأ خلصنا هدول الحين عالاصول المتدولة ايش اصول المتدولة عندنا بضاعة وبنك ومدنون وا 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 بس فيش خلف البنك بنك قديش 30000 بنك فيش حاجة تانية لا في مدنون ولا في بضاعة تخل مده ولا حاجة هاي بنك بس هاي هاي بنك 30000 طيب نبدأ لهين حقوق المتدولة الفائد هاي جبنا الفائد من هنا هاي الالف الفجة هنا طيب رأس المال هاي رأس المال هاي رأس المال هاي هاي 8600 رأس مال 8600 رأس مال المسحوبات قديش هاي المسحوبات 500 مسحوبات هاي 500 اجمع هاي اجمع هدول ونقص منها 500 بطلع تلسعة تلاف ومية تمام تمام في عندك عملاء هنا هاي عملاء 100 امنات وتسعمية امنات عملاء اتنين تاخد اتنين امنات امنات عملاء 900 وعملاء امنات 900 هذا وهذا تاخدهم امنات التزام على على الشعب الشركي هاي امنات 100 900 خلاص لازم الميزانية تتوازن طبعا ازا حنا صح 10 تلاف ومية عشر تلاف ومية لازم تتوازن لازم هذا تصير جد هذا الموضوع سهل مش صعب كتير هذا نفسه بالزبط شوفو هيوها شوفو هاي طارحة هاي 2000 ناقص 400 هاي 1600 سيارات وهي 2000 ناقص 200 1800 لو في الميزانية اللي اول عملناها وهي 4000 ناقص اللي هو قديش اللي هي 3000 وست مية 3000 وست مية اش محن هدول اش محن هدول بطلع 7000 تمام هنا فصلن تفصيل طبع ما هو المفروض يفصلن من اول لكن الله يسامحه هاي هذا نفسه هذا نفس شغلي هدا هيعمله منه بس هنا بالصافي صافي يعني طرح من الاهلاك اش معنا بالصافي انطرح منه الاهلاك هدا بالصافي الصيرات صافي الاساس يعني انطرح منه الاهلاك فهين عملناها هين هنا هنا نفس كلا نفس الجسة دي هيعمل هنا تفصيله لك هدا ناقص هدا ناقص هدا ناقص هدا ناقص اش محن هدول بطلع 7000 اش ملي تمام البنك زي ما هو تمام الان عندك ايجار مقدم دائما 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 المصاريف المقدمة هنا بنحط دائما والمصاريف المستحقة هنا افهموا الايجار مقدم وين الاجار هاي الايجار هايه هاي الايجار قدش الايجار اربع مية عن عامين يعني السنة هذه متين والسنة الجاية مقدم متين مدفوع للسنة الجاية ديك بعام هذه الموضوع اي متين هي متين اندفع متين السنة والمتين الي ضالة السنة الجاية مقدم خلصنا منه تمام هنا رأس المال كما هو في التمرير اللي فات 8600 هذا هنا بس بتغير الفوض الفوضل بناخد هي خمسمية الي انا بنحكي على استحقاق الان خمسمية هيا خمسمية هيا خمسمية تمام اجماحهم تسعة تلاف ومية ناقص المصحوبات كما هي في التمرين ما فيش فيها مشكلة اللي بختلف بس سادر بختلف الفعض من الطريقة اللي فات لطريقة هذه تمام هنا الالتزامات المدولة عندنا مية مية تسعة مية ومية هيا كما هو هادي ما نلعبش فيه مية تسعة مية كما هو ها هاي المية بس مش خططه مجمع بعد مية هيا امانات هيا عملاء امانات هيا تسعة مية مية وهي تسعة مية تمام عندك الان زهر جديد عندك رواتب مصارين مستحق هاي المصارين مستحق هاي هاي رواتب قديش الرواتب خمسمية في عندك لم تدفع بعد تلتمية يقبل مستحق عليك تلتمية مستحق عليك تلتمية هاي التلتمية تمام ناخد اللي هي انها دول معلومات اللي هينا عندك مصرفات عمية جديش لم تدفع بعد مستحقة يعني متين هاي المتين هاي متين يقبل دائما المصرفات المستحق هي مصاريف فدرواتب ومصاريف امية ده مصاريف دائما هنا المصرف المقدم هنا يقبل مصرف مقدم دائما اصول في جنب الاصول ها اما المصرف المستحق في جنب الخصوم في جنب الخصوم فهمته هنا اتعاب محصلة مقدما هدي ارادات مقدم الاراد المقدم دائما بنحط هنا دائما الاراد المقدم هنا بنحط في الخصوص. اما الاراد المستحق هنا. تمام? يجبين ايجار مقدم هذا مصروف. هنا اتعاب مقدم اراد. عكس هذا. هذا مدين هذا دائم. عكسه. ده من مش المصروف عكس الاراد. وهنا بالفعل اراد ايجار مقدم عكسه. ايجار مقدم اللي هو مصروف مقدم. عكسه اتعاب مخصلة ورادات محصلة. عكسه. متين. كيف متين هاي هاي هدول. هاي. شو ما حطنا هنا الشينة. بحطهم في الميزانية هاي هدول هدول. تفهمتو? ما نحطني الشينة بحطنا هنا. نحط في الميزانية. اجمعوا. هذا بطلع الف سبعمية. هذا ما احده بطلع عشر تلاف تلاتمية وهذا عشر تلاف تلاتمية. تمام? بالتوفيق. بالنسبة لا اه الاساس المشترك او المختلط. اه اه بدي الغي عنكم. انا كل سنة بقرره لكن حسب ما انتو اه تعليم اه الكتروني هالغي. من صفق ستة وتسين وتمانية وتسين. وتسعة وتسين ومية. ما الغي. تمام? ومية وتنين. ومية وتلاتة. ومية واربعة. ومية وخمسة. لغاية نهاية الفصل. تمام? لغاية مية وخمسة. يقبع. عشان اكرر عشان ما الاستعاب بعد احيان بكون قليل جدا بيستوعبوش الطلبة للأسف. للأسف. يعني ما الغي. هيا. ستة ومن ستة وتسعين لغاية. لغاية مية وخمسة. ستة لغاية مية وخمسة ما نلغي. اللي هو الاساس المختلط.